اشتركوا في القناة وما هي العلاجات الصحيحة انصح التعبير بتوصيفنا او بقولنا علاجات وايضا بعامية المصريين لافتكاسات ايضا هذا واكثر وسائل نتعرف عليه في هذا المساء عبر برنامج القضية برئة ذي بدئن اسعد الله صباحكم وسائلكم ورحمة الله في التوقيت بالنسبة لكم اينما كنتم بالعالم نحييكم متحاة الاسلام والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلمكم في قضية جديدة نطلع على حضراتكم من خلالها بضيفنا الفاضل معالي الاستاذ دكتور امير صالح استاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة والعميد الاسبخ لكلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الواد دكتور امير هلنبيك منورد نورت واسعدت واضفت في حلقة الماضية كانت حلقة ماتعة ومهمة لكنها كانت مصابة بجنون السرعة مضت سريعا لكن كانت هناك تصرحات مهمة ومناشدات قوية فيما يتعلق بمسألة الضبط والقوانين وفكرة ايضا اضافات ارتبطت بان العلاج الطبيعي او ان زمن التخصص العام قد ول عهده وان هناك تخصص دقيق ما يفتح حمام الناس مزيد من التوعية في تخصص دقيق اذا في امور خاصة بالطفل خاصة بالمرأة خاصة 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 الى اخره اذا هناك مزيد من الضبط فيما يتعلق ايضا بالعلاجات ايضا وهناك علاجات فعلا حقيقية ان صح التعبير بتوصيفنا لكلمة علاجات لانه كما تعلم هناك ضوابط معينة لاعتبار اي شيء ما علاج وفقا للأبحاث العلمية ووفقا لمنظمة الصحة العالمية وايضا بقولنا هذا بشكل مجازي ايضا وقضية الافتكاسات بعمية المصريين كده او باللغة المصرية اقول لكده افتكاسة ومن هنا كانت هذه الحلقة وصلا على ما مضى وعلى خلفية قانون مزاولة المهنة طب احنا عندنا السوق مليان وشاشات التلفاز كل ما تقلب في كل الفواصل في معظم البرامج في معظم المسلسلات بغض النظر حتى عن تصنيف القنوات دلوقتي وكمان بقى بيعملها كبات ولاقيبة كرة مشوروين جدا 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 يقول لك خد كذا وعمل كذا وعشان كذا هي قطر الحاجات اللي بيجولي بيها كده بعمية المصريين على الهوى 24 ساعة خد كذا عشان يبقى عندك بور وخد كذا عشان تبقى قوي وخد كذا عشان يبقى سر تجدد النشاط هي الحاجات دي علاجات ولا افتكاسات نعم عموما كده مبدأيا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله شكرا أستاذ محمد الشاعر على هذه الدعوة الطيبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري على ألسنتنا ما يرضيه عننا اللهم أمين في البداية نقول علاجات ولكن توجد علاجات ولكن ولكن هو حتى وأن وضع العلم دوابط كما قلتم في حلقة مضية منذ عامين تقريبا نعم في نسب تجارب معانا تصل تقرابا إلى السبعين بالمئة على ما أظن نعم لذلكم لا يعتبرون الحجامة إلى الآن علاجة على اعتبرنا حاجة وستين في المئة نعم هذا ما سمعته منك في الكواليس في العام قبل الماضي تمام وأذكره جيدا وأذكرك به تمام تفضل نحن بقول العلاجات موجودة ولكن المبالغة مرفوضة يعني ممكن لو في علاج أو حد لو هنتكلم عن مرض بسيط جدا يعني دعا نتكلم على التهاب اللوزتين عند الأطفال تفضل لو في علاج أو حد ليهم ما كانتش تتعدد وسائل المضادات الحيوالي الموجود تمام ده في طفل بياخد مضاد ما يجيبش نتيجة ناخد مضاد التاني وهكذا لذلك نجد للمرض الواحد عشرين وثلاثين صنف علاج لو يوجد علاج أو حد لكل الأمراض كنا نسمع أن المرض الفلاني علاجه كذا علاجه كذا يمكن نشط في الأوينة الأخيرة أنا وبعض الزملاء ربنا يكرمهم فوضعنا كتاب سمناه clinical guideline for physical therapy وهو الإرشادات أو الضوابط العملية في العلاج الطبيعي نعم بمعنى إيه واحد عنده قطع في الرباط الصليبي علاجه كذا يبقى بالنسبة بالنسبة الخليج جامعة القاهرة جامعة كفر الشيخ وجامعة جنوب الوادي وجامعة وجامعات الخاصة عندهم براهين علمية بيبنى عليها هذا البروتوكول العلاجي الفكرة نشأت إزاي أستاذ محمد عندي طلاب دكتوراه 25 طالب وطالبة أغلبهم مدرسين مساعدين في جامعات مختلفة فقلت أعمل حاجة بسيطة روح تكاتب على الصبورة حالة مريض عنده قطع جزئي في الرباط الصليبي قلت كله هتطلع وراء ألم يكتب العلاج كلهم بيمرسوا كلهم شغالين كل واحد طلع وراء أو ألم وكتب برنامج علاج تخلي النتائج عملنا بقى تحليل إحصائي إزراحنا راك بقى عارف في الماجستير وإنت بتاخد الماجستير تعبت أدئي في التحليلات الإحصائية ملقتش اتنين مطابقين لبعض من الخمسة وعشرين طالب فقلت لأ هنا فيه فجوة فيه مشكلة فجبنا المعايير الدولي فيه حاجة بينا نقارن الورق بيهم لقينا فيهم من يقترب لـ 80% من المعايير ومنهم بعيد جدا عن المعايير معايير الدولية فقلنا لأ فيه دلوقتي لابد عمل كتاب فالنقابة العامة للاجة الطبيعية تبنت الفكرة الكتاب بنوزعه مجانا على الخريج يجي يسجل استلم كتاب الكتاب ده بيعمله ايه بيخلي الجزء اللي يبدأ يتحرك فيه عفوا تدر جزء بسيط محدود يعني مش يجي واحد عنده خشونة في الكتف بعمله تمارين معينة اروح اعمله انا حاجة ما تعاليكش هذا الان انصح التعبير بيحميم الشطحات الشطحات اه ويبقى عندنا لغة واحدة في التحويل يعني انا ماجه حول واحد هو عايش معان مهاردة ومسافر الى عفوا قدر يا دكتور ايه وسألة تشدر الاشارة الى انه ممكنكم متابعة هذه الحلقة من الان وحتى نهايتها عبر خدمة البث المباشر من خلال صفحتنا الوحيدة والرسمية على فيسبوك الرحمة تيفي هذا للسادة الذين لا يمكنهم متابعة الحلقة عبر التلفاز فضلوا دكتور نقول ان المريض ممكن يكون بيتعالج عندي في قاهرة بس مسافر رايح قنى رايح اسوان رايح اسكندرية هيتحرك هيعزل محتاج يكمل برنامج العلاج مش محتاج يبدأ مش محتاج يبدأ ومش محتاج ان انا اقوله يهد اللي عمله بالضبط لان انا ببعث له هو بيفتح الصفحة في الكتاب موجودة وممكن فيه بعض الاضافات يحدثها لكن مش هتقدر الشطحات زي ما حضرتك قلت كثير من الناس بما بيبدأ يستغل السوشيال ميديا يتكلم عن حاجات ليس لها ضوابط علمية بنقول يعني ما فيهاش ما فيهاش برهان طب اللي ما فيهاش برهان دي ايه ودي بقى اننا نشوفها كتير دي افتكاسة افتكاسة يعني واحد عندنا ممكن ده تم القبض عليه الاسبوع الماضي طالع بيقول ده كثرة العظام هو ده بقى مدخلش في العلاجة الطبيعي ده دخل في العظام يتحكوا عليك يقولك فيه حاجة اسمها رباط صليبي انا بقولك ما فيش حاجة في الرجبة اسمها رباط صليبي وبيكلم المزيعة يقولها انت شفت الرباط الصليبي فيقولها لا انا باجي بقى المريض اوقفه كده وروح ضربه فرجله بديله شلوت اصلح له الرباط الصليبي اللي هو الرجبة العلاج بالشلوت ده العلاج بالشلوت ده بقى ما فيه براهين علمية ويقولك ايه انا بيجيني مسؤودين كتير عشان اضربهم الشلوت بيجيني مش عارف كذا بيجيني بعض الدكاترة اللي غلب في رجبته انا بقى لجهاله كده نقول هنا في مشكلة تقع على المريض نفسه اما يجي واحد يتكلم بهذه اللغة واسق فيه وروح اقف يمسكني ويروح ضربني شلوت في القدم من تحت يقول انا بصلح الرجبة وبينفي ما هو معلوم من العلم بالضرورة ان الرجبة فيها رباط صليبي لا الرجبة فيها وليها صليبي امامي وخلفي وشوفناها في التشريح لا هو عشان لم يدرس تشريح يقولك انت شفتها بعينك لا مشوفتهاش خلاص غيره كثير جدا يا استاذ محمد بدأوا يعالجوا باساليب مش انقول قديمة يعني في اساليب قديمة قد تأتي ببعض النتائج لا دي اساليب مستحدثة ولكن جهلة مفتكسة مفتكسة في اساليب مستحدثة احنا يعني بنقول الاتحاد الدولي اللي علاج الطبيعي ده تعبض علي الراجل ده تعبض عليه يعني خد شلوته وقاما كده خد شلوته نقول الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي ايه هو الاتحاد الدولي طبعا اتحاد الدولي هو ما يضم كل دول العالم اللي تعبع منظومة دولية احنا مصر بعضو في الاتحاد الدولي ان لو في عندنا اسلوب علاجي جهة رسمية يعني جهة رسمية دولية موجود يعني هو موجود في امريكا وموجود منه فارع في الاتحاد الاوروبي بيتغير من بلد لبلد في اوروبا ولكن ده بنرجع له كمرجعية للمستحدثات في العلاج الطبيعي ممكن مستحدثات بجهاز يعني انت العلاج الطبيعي يعني نقول تلتو بيعتمد على الاجهزة العلاجية الكهربية هل ضبط المستحدثات في العلاج الطبيعي يا دكتور مرتبطة بالابحاث والدوريات العلمية لابد لابد ان تغضع ويقولك ان الجهاز ده فعلا عنده حاجتين عنده مصداقية يعني بيئيس الحاجة الحقيقية وعنده اللي بنقول يعني بالانجليزي validity and reliability اللي اتنين دول لابد ان يكونوا موجودين في اي جهاز جديد ممكن انا اخترع جهاز لازم اخضعه الابحاث هل هو فعلا بيقدر يعالج المرض الفلاني ولا لا نمرة اتنين هل لو استخدمته مع مرضى في مصر اذا انا استخدمه على المرضى في امريكا يأتي بنفس النتائج يبقى الجهاز reliable يعني جهاز نقول عالي الدقة عالي الدقة طيب الاكثر من كده احنا القانون اللي بننادي به في انقابة العلاج الطبيعي بننادي حاجة اسمها عيارية اجهزة العلاج الطبيعي تاني عيارية اجهزة العلاج الطبيعي بمعنى بمعنى احنا في مصر عندنا هاي اسمها هايئة الموازين والاختام اللي بتروح تقولك الميزان ده فعلا اللي عندك في المحل ده بيقسك كيلو كيلو ولا كيلو لخمسة جرام عشر جرام احنا عندنا في العلاج الطبيعي كده هل الجهاز ده بيطلع اتنين ونص واط على السنتيمتر المكعب ولا لا ما ممكن الجهاز باع استخدامه يضعف وابدأ اقول ان عندي جهاز العلاج بالموجات التصادمية وادي اسم كبير وجلسة يدفع فيها المريض مبلغ كبير بس الجهاز مش معاير لازم اروح اخد جهاز في شركة تابعة للدولة بتروح المركز بتاعك تقيس الجهاز الموجات الفوق الصوتية هل بيطلع فعلا الموجات السليمة ولا لا موجات التحت الحمراء هل فعلا هي موجات تحت حمراء ولا لمبة حمراء وخلاص هل الموجات الفوق بنفسجية فعلا موجات فوق بنفسجية ولا لمبة انتدهنها بنفسجي الكلام ده كله عشان نضبط السوق محتاج لقانون وتشريع عما نيجي نقول دلوقتي قانون 85 لا يصلح ل2021 نعم ده ما احزوجنا لهذه نعم أنا مش عايز يعني اتكلم في هذا الامر ان كثير من المستحزلات المستحدثات المفتكسة بدأت تظهر الان بدأ يجي واحد يقولك أنا بعالج بالوغز طب انت هتوقف بايه لا يعمل في الجلد ويرحطت فتلة ويربط ويربطها واحد تاني يقولك بالقطع بعمل فصد انا هقطع مش عارف فين دي كانت الوان من العلاج القديمة تمام طب حلو نعم ده كده العلاج بالفعل بقى اللي هو الشلوت والوغز والكلام ده نعم الوقت سمعنا على المراكز يقولك العلاج بالكلمة او اثر الكلمة في العلاج نعم ممكن احنا كبوسطان نفهم ان الكلمة ممكن تكون عامل مساعدة عشان بتريح نفسيته والكلام الجمل ده نعم لكن ان الكلمة كلها تبقى علاج نعم هل الطب يقبل بهذا الكلام؟ الطب يقبل او العلم يقبل العلم يقبل بهذا الكلام ضمن منظومة منضابطة علاج منفاصل؟ مش منفاصل علاج مكمل علاج مكمل علاج مكمل ويمكن اللي بدأوا دول نقول اسادة الطب النفسي بدأوا يشوفوا تأثير الكلمات يعني اشهر بحث وده بحث علم منضابط وانا ما اقول كده طلع به عالم ياباني قال الكلمة هنشوف الانسان 75% منه ميا فبدأ يجيب الميا من يابنبيع مختلف هيعرضها الكلمات بلغته فعادي يقول الخير الحب النقاء الصفاء الكلمات جميلة ورح بجنب ده طب بنفسي يا دكتور أهو عايز يقول أهو عايز لا هو الراجل ده أستاذ فيزيكس أستاذ فيزياء فعايز يوصل أن الميا لها وعي فوضع الميا في مجمد وبدأ تحت الميكريسكوب فرأى أن الميا عاملة أشكال في غاية الروعة الجمال جاب نفس الميا اللي في النبع ده نفسه وعادي يقول الموت القتل الكراهية انتمية نتناعفنة وبدأ يسب الماء فإذا بالماء بتطلع صورة قبيحة جدا تحت الميكريسكوب ده ثابت علمية ثابت علمية في بحث في بحث في أبحاث في كتب كتبت في هذا المدج فالرجل طلع قال إيه ده ألمية لها وعي فبدأ يخاطب المية بلغات مختلفة مش باللغة اليابانية لا ألمية بتفهم كل اللغات بدأ يخاطب المية أحد مساعدي قاله طبعا يعرض عليها القرآن ده بحث حديث يا دكتور لا بحث من سنوات يعني نقول من خمسة سنوات بدأ يعرض على القرآن على المية فلقى المية بتدي منظومة في منتهى الجمال حتى بعض الناس ودولوا ماء زمزم لقى البلورة مش بلورة واحدة بتطلع بلورتين ودي يعني خلط الرجل عشان يتجمد الماء بتاع زمزم يتبلور لازم يتخفف بطريقة كبيرة جدا فوجدوها بلورتين كل البلورات بلورة واحدة المية إلا زمزم تطلع بلورتين فقعد احطار بادعت لعلماء الفيزيكس الآن واحد طلع مسلم قال له ان زمزم مكونة من كلمتين فهي فيها بتحتوي الزم ثقة يعني ففيها ثقة المعين في الكلم فطلع في النهاية قال ايه قال ان جسم الإنسان 75% منه مية فالكلمة تؤثر فيه ولذلك نجد ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيضرب لنا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها سيبة تفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين كل حين بإذن ربها وكلمة خبيثة يعني عايزي عرفنا ربنا بيدينا إشارة ولمحة لذلك ما القرآن نقرأه ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم الكلمة الخبيثة تؤثر على الجسم تؤثر على المناعة تؤثر على الجهاز العصب على إفراز الهرمونات في الجسم لذلك احنا بنقول في كلمات بناءة إيجابية نعم وكلمات سلبية محبطة نعم احنا كأساد زيجامعة عندنا ميثاق اوعد تحبط طالب عندك عندنا ميثاق لازم كلامك تقول لترفع معنويات الطالبة طب ما بالك بتشطالب ضمريض جالك ومتعب ومجهد لازم ترفع معنوياته لذلك وصيانا اللي احنا بنتركها الآن نقول لا تنسى العلاج بالكلمة ما كان تخصصك حتى لو كنت جراح ما بتشوفش العيان لعن متخضر لا هو جسمه يسمعك الماء اللي في جسمه يسمعه وخلي بقى الكلمة سواء ما تبقاش الكلمة في المستشفى خاصة لها طبيعة الله يفتح لك وفي المستشفى الحكومي لها طبيعة الله يفتح لك فالكلمة فحنا بنمزج الدواء بالكلمة يمكن اول بحث نمزج الدواء بالكلمة نعم اول بحث نشارطه لكن لا يستغنى عن الدواء بالكلمة نعم لتوانيا اول ما انفصلت عن الاتحاد السوفيتي يا استاذ محمد اجره اول مؤتمر طيبي رحت ساهمت في هذا المؤتمر مش فاكر السنة تحديدا ولكن أول هم تعجبوا للبحث اللي قدمته قلت الدعاء قبل الدواء الفكرة كلها بقول إيه أنت قبل ما أنت هتاخد القرص هتاخده بس قبل ما تاخد القرص اسأل ربنا أنه يجعلوا فيه شفاء اللهم إني أسألك أن تجعل هذا الدواء مهما كان شفاءا دي من كل ده بس أما نعمل تجربة بين اتنين مارضة واحد قال الكلمة دي واحد ما قالهاش نجد اللي قال هذه الكلمة خاد كمية دواء أقل اتعالج فترة أيام أقل لأنه زي ما بيقول استأذن باسم الله على جسده الجانب النفسي له علاقة بالمناعة مناعة كبيرة جدا فوق 80% هو جانب نفسي 90% من الأمراض المناعية تزداد مع الإحباطات المتكررة والحزن وزي بنقول حافظه على الصحة النفسية الناس اللي عندها رضا أقل للناس إصابة بالأمراض المناعية الناس اللي عندها قبول لما قسم الله أقل للناس إصابة بالأمراض المناعية نعم الناس اللي عندها تقبل للآخرين وامتصاص الصدمات اللي بيجزوا مغيزوا اللي بيعفوا عن الناس أقل عرضة من الإصابة من غيري الناس اللي هو يعني نقدر نقول منفلت المشاعر الجواز سباب لعان أكثر الناس أصابة بالأمراض المناعية طبعاً بنقول فيه كمية من الناس بيتصابوا عندهم نقول السكوت يعني يصاب بكلمات وأمراض نفسية ولكن لا يعبر عما بداخله ولذلك إحنا ما بنقول فطفضة باللغة العمية المصرية هو إخراج ما فيه داخلك ولذلك إما يبقى فيه حد بيحبك وتفطفضله أنت منعتك بتتحسن ولا يوجد مول على الإطلاق خير من الله أن تفطفض له ونعم بالله ثابت علمياً هذا الكلام فكرة فطفضة؟ ثابت علمياً العلاج بالكلام موجود ده فيه العلاج بالكتابة علمياً يعني أنت جواك زي العلاج بالكتابة أنت مش قادر تخرج للمشاعر اللي عندك فتجيب كشكول وتقعد تكتب هذه المشاعر مجرد أنها خرجت من جواك إلى الورق فجسمك محتفص بيها يعني من زعل تم تفريغ حالة من الكاب تفريغ حالة من الكاب يعني أذكر مريضة كانت عندي في أمريكا أمرأة عندها 85 سنة وكانت مكتائبة جداً وكنت بقوم على علاجها فأطلبت منها جبت لها أجندة حلوة قلت لها أنا عايزك كل يوم هي أعضة فاضية طول اليوم لا تصنع شيء يعني 55 سنة ما بتعملش شيء خالص وهي لازالت تستطيع الكتابة قلت لها حاول تكتبي كل يوم كده عشر ورقات أتكتب عن إيه قلت لها أنت تاريخ المرضى الكبار يا أستاذ محمد ربنا بيديهم زاكرة في الماضي يعني يفقدوا الزاكرة الحديثة ولكن يفتكروا الحاجات القديمة ترك تبع عن طفولتك عن أسرتك عن الشارع اللي تربطي فيه ويا سلام لو حارين بقى فأفكروا كل حاجة قديمة فبتفتكر فبدأت تكتب يعني مر شهر ونص اتنين تلاتة كانت كتبت كتاب سمت الكتاب ده شارع 111 هي كتتسكم في شارع اسمه 111 كلمت فيه عن جرانها وأهلها وزوجها وأولادها الكتاب ده ليها حفيد محامي رجل طيب نشر لها الكتاب هذا الكتاب حقق أعلى نسبة مبيعات إنها كتبته من قلبها هي بتحكي واقع تجربة واقع تجربة مع الذكريات ولا تتخيل المدلولة لما شمسكت الكتاب كده في إيديها وحست إنها عملت حاجة حالتها النفسية كانت في حالة ممتازة لذلك أنا بقول فيه ناس كثير عندهم خبرات وعندهم علوم الكلام ده يخشوا إنه يطلعوا للناس بقول لهم لا طلعوه لأن العلم زكاته إنك تخرج ما فيه تخرج ما عندك نعم اكتب ويمكن يعني أشكر أحد المشايخ يعني مش عايز بقى أذكر اسمه يعني هو اللي شجعني أكتب أول كتاب كنت أنا أتكلم وما أكتبش فقال لي لا اكتب كل حاجة بتالي فقال لي اكتب فمجرد ما بدأت أكتب الحال مش عايز تذكر اسمه يعني مش عايز عايز السواب يبقى 100% دي يعني مش إنه ما هذكر اسمه قد يمقصه فقط قيل بس يعني العالم إنه يبقى لي منحك في الكتابة بالذات ده في الوقت الحالي نعم يبقى عالم مفكر نعم هو يعني نقول أو الشيخ هو شيخ من الناس اللي له كتب كثيرة نسأل الله أن يبارك فيه ويحفظه اللهم أمين اللهم أمين بس الفضول هي موت نطهر بنقول العلاج بالكلمة موجود نعم ولذلك أنا بخاطب كل الأسر الآن يا محمد الوقاية بالكلمة خير من العلاج بالكلمة يعني الوقاية مع أولادنا بلاشي كلمات المحبطة جميل التعبير ده دكتور الوقاية بالكلمة خير من العلاج بالكلمة كيف أن أبدأ أشجع أولادي ومصغيرين ما فيش طفل متخلف ومغرسي في طفل في دماغه أنه يععد يقولك لا أسأنا متخلف أسأنا دماغي أقل أنا أسأنا مش نافع أنا مش نافع لا أنه على طول لا أنت ممتاز وإنت إنسان ناجح أتذكر يوم ما طلعت من الأوائل في كلية العلاجة طبيعة جامعة القاهرة ورايح فرحان لولدي أول فقول له أنا هتعين معيد فكان كلمته الجميلة اللازل ترددها لتلمزتي قال لي إيه قال لي يا ابنة تفرحش أولا قال لي فراش في الجنة خير من رئيس جامعة في النار طفل فرح أنا كنت فرحان يعني رايح أقول له ده أنا فرح من الأوائل أبا معيد آه بس هو داني كلمة أنا أقول بناء خل عنايا على الآخر يعني بص ما تفرحش أول أنك هتبقى معيد وعضو هيئة تدريس وأستاذ وتمشي تقول أنا الأستاذ الدكتور لا يا ابن لو رئيس جامعة بس في النار أنت خسرت لكن لو أنت فراش وأحسنت مهنتك وذلك أنا بخاطب برضو بالكلمة أهو بالحب لكل اللي بيشتغل في مهن مش مهنته بقول له أبدع في شغلتك كنجار أبدع في شغلتك كحداد أبدع في شغلتك كفلاح مش لازم كلكم تبقى أطباء مش لازم كلنا يبقى معالجين لا أنت لو أخلصت النية وأصبحت من الأوائل يعني يقول أحد الأمثال البريطانية وأنا أحب بعض الأمثال نفيها حكمة تقول الأول في روما خير من الثاني في باريس يعني أنت لو الأول أحسن واحد بتعمل قيمة يبقى أنت كويس ومتاز أحسن ما تبقى واحد عمالة تتلصص وتعمل مهنة مش بتاعتك ولا تتقنها لو ارتفت عن يمينك الآن نعم فإذ بالوالد نعم على خلفية هذه الجملة نعم ماذا تقول له الآن لو أقول لولدي أقول له جزاك الله خيرا وأنا بدعي لولدي يعني أقول له اللهم اسكنك فسيح جنان الله مأمين نقول الحمد لله أنه هو يعني غرس مفاهيم وقيم أسأل الله أننا يمكننا نقرسها فأولا قيمة غرس هذه المفاهيم أنا أقدر دموعك ممديا وكنت أتوقع ذلك يعني بطرح هذا السؤال لكني تعمل طرحه لسبب أنني أبني عليه سؤالا آخر أنا أقدر دموعك وذروح والدنا الراحل السلام ونسأل الله أن يجعله ويتغمده بواسع رحمته اللهم أمين رب العالمين ونلحقنا به على خير اللهم أمين رب العالمين وأنتم له أثر طيب في هذه الحياة دكتور أمين أنا أسأل يعني مشاهدينا نعم أنه يدعو له على صار القيام اللهم أمين رب العالمين أنهم ما يروه الآن ما هو إلا غرسه وغرسه واللي بقوله في أولادي بقولهم والله إحنا يعني بنطلق زي ما بنطلق العلوم من أسدزة الأب يظل القيمة التي لا تستطيع طبعا الأب والأم أسأل الله أنه يبارك في عمر أمي ويحفظها يارب بنقول هم المدرسة الحقيقية أستاذ محمد نعم هم يعني أنا أقول لحضرك حاجة وممكن ما إحنا في الدراسة وبدئين الوالد كان لا يعطي التعليم الأهمية للناس الآن ولكن ضغط النفس اللي يتمسروا على أولادها آه لا ضغوط نفسي هو كان يعطي القيم الأخلاقية فكري كان ما يلاقيين قعد أذاكر وأطيل في المذاكرة كممكن هو يقول يقوم هول عن نفسك أنت بتقعد تذكر ده كله ليه أنا بحكي القصة دي وأولادي يستغراب يقول وفيه أب يقعد يقول إيه أنت بتذكر كتير قلتلوا ما هذا كان جدوكم جدوكم كان يعني يقول لك لا تضع للأمور أمور الدنيا والله لو هي عظيمة في الاهتمام نبيها كذا يعني كنتش ربنا ساقة فيها الكافر شربت ماء هل هل بعض الأباء ولا الأمور نعم بدون قصد طبعا أكيد يعني أضروا بمستقبل أبنائهم نتيجة الإلحاح في قلية ذاكر ذاكر والله كثير يعني الضغط النفسي في فترات الثانوية الله كثير أنا مكالمة جتلي من أخت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياها يا رب الست في حالة نهيار عصبي ابنها ست سنوات تقول لي لغاية دلوقتي ما بيعرفش يكتب فأنا كان ردي ببساطة أنا بكلم بمنظور والدي ومنظور علمي فقلت لها طب ما يكتبش سنة يعني ما يبقى سبع سنين يكتب ما فيش مشكلة فالست كادت تصرخ فيها إزاي كل الفصل بيكتب وهو ما يكتبش وقلت له لا أهوني عليك يعني النبي عليه الصلاة والسلام والله ليس هذا تقليل من قيمة العلم ولكن ليس العلم هو القراءة والكتابة ليس هذا العلم أكبر وأعظم من هذا يعني ممكن دلوقتي علم تتعلمه ومش لازم تجد القراءة والكتابة النبي عليه الصلاة والسلام بناته لم يعلموا حدا فيه مش بقول ده دعوة يعني لإيه نحن نعلم البيئة والمرحلة البيئة والمرحلة ولكن لو هي المسألة مهمة أو لهذه الدرجة لا إحنا لو نربط أولادنا ما نجعلش مصيبتنا في علمنا لا أنا أبصر أولادي الولاد محتاجين حاجة إن إحنا ننمي فيهم مش القراءة ننمي فيهم الوعي الوعي الحقيقي يا أستاذ محمد الوعي بقضايا أمتهم الوعي بما يجري حولنا الوعي بالعالم الوعي بالنهاية المحتومة اللي إحنا بالتعالي كلنا سنلقاه الوعي بإن الدنيا ده ما هي إلا غراس هنغرس فيها ونحصد في الآخرة الدنيا الأم أنا بقولك كانت بتبكي تقول ما بيعرفش شئر ولا يكتب بلت له هوني عليه هو كل واحد فينا لها قدرات عقلية وملكات وذلك أنا مقلف كتاب حقوق الإنسان من زو الإعاقة ليه حقوق أول حق فيه ما نجبروش نعم يعني كانوا زمان أجددنا بالفطرة يعلموا الأولاد اللي عندهم احتياجات خاصة مهنة يعني كنت تطلع تلاقي صابة مجار وعنده يعني عقليته وهو في التعليم ماشيش في التعليم بس بقى نجار ما أتعلم كذا بقى حداد طب وما شغلة النجارة والحدادة من أحسن المهن هو يتقن أشياء سهلة وبسيطة ويدوية يستطيع أن يقوم بيها جد يشتغل عمل يدوي في السجاد وما كانش الأسرة تبقى زعلانة لا هي حاسة أنه وضعه قدمه على الطريق دلوقتي يشوف الأسر بتنفق عشرات ومئات الألوف على أولادها أصحاب الاحتياجات الخاصة عشان يعلموهم القراءة والكتاب أنا أقول ليس هذا من يعني آه يعلموهم لكن لو هذه الأموال كلها أنفقت في تعليم مهني يعلموه حرفة ويصبح صاحب عمل ويصبح كذا أنا لازلت أذكر جار لي الجار ده كان عنده إعاقة ذهنية ولكن كان بيشتغل في شركة مصر الجديدة للمترو وكان متزوج ومنجي وعنده أولاد بس عنده إعاقة ذهنية كبيرة كانت زوجته تاخده الصبح توديه للعمل وتنتظره وهو راجع من العمل يرجع وبيروح يعمل إيه بيعمل شغلة أدوية بيربط حاجة هي دي لا يعرف غيره نعم حتى المرتب كانت تروح تقبضه لأنه ما يقدرش ما بيعرفش يعد بس كان بيونتك مم ما حصرتش نفسها عند الإيه ده طلع من أبناء وأسادزة جامعية عرفهم وأحباب طلع منهم أطباء ومهندسين وولاد مم ما جناش حصرنا هذا بس طبعا كان له وزوجة تعتبر من الزوجات الإيه نعم اللي وقفت جنبه وعونته نعم بنقول إحنا في مجتمع محتاج تغيير رؤيتنا إن الكلمة قاعد أقول له واحد أحبطه وأقول له أنت فاسد أنت فاشل أنت مش نافع أنت 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 ولا ندري إن الكلمات دي بتغرس في ضميره بس تشعر يا دكتور إنه عندنا انفصاب نوعا ما بين التنظير والتطبيق نعم يعني كلام حضرتك الحضرتك بتتفضل بدلوقتي أنا متأكد أنه بالعمال المصرية كده مأثر في كل اللي بيسمعوه كلها دولك كلام جميل كلام مضبوط كلام كويس فقالا دل دل لي حصل لكن بعد ما نجي نطبق بيتبخر الكلام الجميل نعم وبنرجع الواقع المجتمع القائم ابن فلان كويس وانت مش كويس انت فاشل انت مش نافع لو نفعت وابعت على برني نعم لغير هذه الأمور المقارنات أسوأ شيء في التربية نعم احنا منشوف نمط تعليمي في العالم زي ألمانيا ألمانيا معندهاش التعليم هناك ثلاث مراحل في الابتداء فيه تعليم للأولاد المتفوقين جدا دولي يبقوا مع بعض في مدرسة ما يبقاش فيه في المدرسة واحد مستوى عالي مستوى لا بلد الفصل ورئيس الفصل هم أول ثلاث سنوات يبقوا مع بعض كلهم من سنة رضعة يبدأ تأسير الفرز لثلاث فئات فئة بيسموهم بيقولوش كمان ده الأعلى والأوطى لا يوم بيديهم أسماء عشان ما يبقاش واحد يحس انه انه مرة ثلاثة لا فيه فئة معينة دي الأولى أو يعني احنا بنسميها احنا في لغاتنا المأولى متوسطة والتالتة نعم يستطيع الطالب لو حس مستوى في أداؤه ما بيعمل المطلوب منه ويجتهد وهو انه يطلع للمستوى الأعلى تمام واللي ما يحفص على مستوى في الأعلى ينزل للمستوى الأقل كلام عادل جدا أما يخلصه مرحلة كلام عادل عادل جدا وما يخلص مرحلة السنوية العامة كل واحد يستطيع يدخل الكلية اللي على أساسها حسب الفئة اللي طالع منها تمام يعني الفئة آلف يخش كليات كزا وله اختبار قبل الدخول مش معنى انت جبت مجموع كبير في السنوية العامة ان انت تخش طب انت ما عندكش الملكة اللي تدخلك طب مجموع كبير ان تدخلك هندس لا انت عندك بيعمل لك اختبار قدرات وملكات ويطلع كده معاك أخصائي نفسي يقولك انت أفضل حاجة بالنسبة لك تتعلم الكمبيوتر والبرمجة نعم انت أفضل حاجة ويخترحوا عليك قلت لا انا عايز اخش طب عانت تدخل بس هناك مفيش بقى رحمة رصبت تاخد حرف سي وتخرج من البرنامج يعني هناك مفيش حاجة اسمها ان التعليم مجانة بس مجانا لمن يستطيع نعم انزل على المستوى التاني المستوى التالت هتجد فيه كلية تستوعبك وتجد قدراتك وخصوصا هناك مفيش حاجة اسمها ده ده دكتور وده مش عارفية لا كل المهن لها احترامها ولها مكانت تكملية ولا سنناك طبقية علمية نعم فدي بتخلي الناس كل واحد حسب الدرجة اللي هو فيها هل بعد السنوية افضل انوش عايز اكمل في الجامعة وعايز اكتفي كمؤهل متواصل من حقك ومن حقك لك وظائف وعدد ساعات عمل والدولة بتكفر لك هذا في العلم ايدا والطب هل يقر الطب يعني خلينا اقول بلاش اقول الرقية لان الرقية ده مصطلح شرعي نعم مقدرش اقول الطب يقر الرقية لان الرقية شيء اتى به النبي صلى الله عليه وليه وصحبه وسلم نعم لكن خلينا اقول ممارسات الراقي من راقي فلاني الفلاني والراقي فلاني الفلاني وقد لا يوجد القراءة اصلا نعم هل هذا له اصل علمي او اصل طبي نعم هو طبعا احنا بنقول العلم ممكن برضو كلام حضرتك عن البحث العلاج بالكلام افضل كلام هو كلام ربنا بما لا شك فيه ولو تأثير على الانسان يعني لو انا قرأت نفسيا بستريح برتاح صحيح لا ويؤثر على جسمي وعلى اعضائي ان ربنا جعله من الشفاء يعني الشفاءان اللي هما العسل والقرآن عليكم بشفاء نعم فقرآن شفاء فيه شفاء ولكن المشكلة في الرقية ان كثير من الجهال تصدروا المشط يعني هو جاهل احنا وفروض العلوم بتنقل الشيخ الراقي الفلاني اللي بيأخد مبلغ وقدره طمام هذا هو اول حاجة نسألها في الراقي طالما فيش جامعة انت درست على يد من طيب يعني فيه امكانيات هل تجيد القراءة هل تعرف تقرأ القرآن صح ممكن تقيب يقرأ وبنشوفهم طبعا على المواقع تلاقي لحن جلي في آيات لا يمكن اللحن فيها ممكن يبدل الآيات ممكن يبدل الآيات ده مفروض ولذلك انا بقول العدم وجود ضوابط في الساحة هتأدي الى راقم غير معتمد فاحنا بيقول لابد من اعتماد الرقاء ازاي اعتماد احنا عندنا يمكن بنقول مصر الأزهر مثلا أو وزارة الأوقاف أو كذا ويبقى الراقي مسجل وله راقة وله ترخيص مزاولة مهن ولو حد يتضرر منه اذا حد يلجأ للجهة يعني عشان لو غلط يعرف لي يتحاسب يتحاسب احنا ممكن في مهنة العلاج الطبيعي بعض الزمله عاملوا مشاكل نقول اخطاء مهنية او اخطاء خلقية فدول بيتلغي ترخيصهم من النقاب يتلغي وما يرجعش الا بعد فترة او حكم محكمة ما تحكم له يكون منتقفل مركزه وتمنع من مزولة المهنة سواء في الحكومة او القطاع الخاص ليه؟ لانه تحت ضابط لكن الراقي ممكن يعمل مشاكل في يعني نقول مادية ممكن يموت ناس ممكن يموت ناس بالضرب والعلاج بكذا كهربة وكلام خلال كهربة ويرجع في الاخر يقولك ده ايه؟ وممكن هو اساسا مش راقي يعني كثير من يدعو كده هو اساسا ساحر عمال يقول رقة وتعويز ما انزل الله بها من سلطان ده لازم عشان يمنح الترخيص يقعد للاجنة تمتحنه وتسأله في دينه احنا ده نأتمن واحد هيقرأ قد يتمتم بكلمات تأذي لانه زي ما قلنا الكلمة الطيبة بتنفع الكلمة الخبيثة بتأذي متضر متضر فده لابد انه يخضع ده ويتحط تحت يعني كلهم تحت ملاحظة اي واحد يروح بيعالجه بيقوله راقة مكام ويدخل على النت موجود اسمه وانه راقي وراقي رخصته صالح يعني الرخصة بتاعته يعني انا اشتغلت في امريكا اللي هي ترخيص مزولة مهنة المريض يدخل بموبايله يشوف اسمي ورخصتي صالحة ولا غير صالحة دكتور بيها حاجة مترتبة او قائمة على الوعي المجتمعي الوعي واحنا ده مصر من الدول الوعي جدا اذكر في بعض الامثلة انا هتكلم الآن على النحاة الشعبية انا لا هتهم احدا بعين لكن اقصد انه في بعض الحالات في مرة من المرات تم القاء القبض على مدعي للطب وكان نصابا ومشهورا في مكان ما وحينما جاءت الشرطة بعض اهلنا الطيبين اللي كانوا موجودين كانوا بيستحلفوا انه مقبضش عليه غير لما يكشف عليه وهي شرطة جاءت نفسه يعني بيتيفه الراجل المكان بتوبط عليه بقوله يسيبه لما يكشف عليه ده حصل يعني وتم تداوله على نتاق قاسع فترة من الفترات فجانب التوعية اعتقد انه مختلف ونوجد نظر المتواضعة مختلف احنا لأ بالنسبة برا حاجة عشان نكون موضوعيين وعندنا حاجة تانية خلص والله احنا بنقول العلم بالتعلم نعم لو انا عايز اعلم المجتمع انا هبدأ اوعيهم وهبدأ في هذه المسألة امكان احنا في مصر نقول كلمتين بساط مجرد ما تصدينا المشكلة كبيرة زي مشكلة البلهريس انا نكلم مجالات طبية اه مصر ادرت بوعي المواطن الفقير والفلاح والصعيدي ان احنا نحل معضلة كالمرض مستوطن في مصر طيب شكرا عظيم الشكر والامتنان للدكتور امير صالح استاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة والعميد الاسبق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الودي شكرا جزينا استاذ محمد ساتت كثيرا في هذه الحلقة الناس اللي عندها رضا اقل الناس اصابة بالامراض المناعية نعم والوقاية بالكلمة خير من العلاج بالكلمة شكرا دكتور شكرا جزينا حياتي مرة اخرى شكرا لكل سنة زمال من فريق العمل المعتزم تدعو لكل الرفاق اما عن جناف خامد سمو حضرة المشاهد الكريم ضمتم للقلب قلب هذه تحياتي محمد الشاعر في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة